السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل مباراة القيمة في الدولة الممتاز بين النادي ماشيستر سيتي والنادي أرسنار طبعا نحن كعراب يهمنا نادي ماشيستر سيتي والنجم الجزائري رياد محلاز في مباركليوم طبعا سوف نتعرف على تحليل في المباراة وكذلك على ما قدموا محلاز في مباركليوم ماشيستر سيتي بقيادات المدرب الإسباني الفيليسو بي بي جواردولان دخل بشكلان كالآتيم حسنار ما فهو الحريص البرازيلي ايدرسون خاطة دفاع دينا عاد دهال الايمان كيل ووكر أمادال ايسا اكانجي قلبي دفاعيات البرسوالي روبين دياز واسطونز واسط ميدا لدينا روغدهي والكاي جوندوغان وكيفين ديبرون خاطة مقدمة خاطة جملة دينا بيرناردو سيلفا وشاكا غريليج وإيلك هالاند طبعا بي بي جواردولان محلاز في أشكل الأساسية على رغم أنه تألق في مباركة الأخيرة والسجل هاتريك لكن على عموم هذه أشكلة ماشيستر سيتي الذي دخل في المباراة بداية المباراة كانت دغط قوي من نادي ماشيستر سيتي ودخل بقوة وهدد النادي أرسونال في أول دقاء من المباراة السيتي دخل دغطا على دفاعات أرسونال كالمعتاد كان سوف يستغل خطأ من الحارس رمزي في هذه اللقطة لأنه كان يقوم بالدغط العالي على مدفع أرسونال ويجبر اللاعب أرسونال على التكام الأخطاء في مناطقهم وفي منطقة الجزاء طبعا السيتي بعد الدغط القوي الذي أصفره في المباراة استطاع اللاعب كيفين دي برون تسجيل هدف أول لفريق باشيستر سيتي بعد عمل كبير من إلغ هالاد من ناحية السلام الكرة ومن ناحية التمرير في عمق الدفاع نادي أرسونال كيفين دي برون استطاع تسجيل هدف أول بطريقة رائعة وجيدة كذلك أرسونال لم يقوم بالتهديد في المباراة في هشهر الأول سوى تهديد واحد وهو لللاعب طباس بارتي في هذه التصويب مباراة للأمن أرسونال لم يكن في المباراة والسيدي والسيتي استحوض طولا معرضا على اللقاء طبعا بعد انتهاء الشهر الأول وبديه الشهر الثاني طبعا انتظرنا نزول رياد محلاز في المباراة وانتظرنا لرؤية رياد محلاز محلاز نزل في الدقيقة السبعين من عمر المباراة للأمن لم ينبذكورات كثيرة في عشرين دقيقة التي لعبها لم تكن هناك خطرة من محلاز وهذا لاجل إلى أن المباراة كانت في طريق هذه الفوز للسيتي بالثلاثية نظيفة فالسيتي استحوض بشكل سلبي وحسم المباراة الربعية لهدف مبروك لمنحلاز الفوز ونتمنى التوفيق ان شاء الله في القديم وإلى اللقاء